وإلى مجلس الأمة حيث أعلنت لجنة الداخلية والدفاع البرلمالية تقديم تقريرها الخاص بمحاول استجواب وزير الداخلية المقدم من النائب فيصل الدويسان الاثنين المقبل دون استماعها للنائب المستجوب فيما انتهت لجنة شؤون الصحية والاجتماعية من تقريرها الخاص بقانون جمعيات تعاونية للتصويت عليه بالمداولة الأولى وكانت لجنة التحقيق الخاصة بترقيات النفط الأخيرة أعلنت عن عدم اكتشافها لوجود ظلم متعمد بالترقيات الأخيرة لحد الآن معللة وجود الأخطاء بنظام الترقيات المعمول به في مؤسسة البترول الوطنية تستكمل لجان مجلس الأمة اجتماعاتها مع الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة الغوانين المدرجة على جدول الأعمال وانتهت اللجنة الصحية والاجتماعية إلى اقرار تقرير غانون الجمعيات التعاونية ورفعه للمجلس للتصويت على المداولة الأولى منه على أن يستكمل المجلس والحكومة التعديلات عليه لاحقا اليوم احنا تناقشنا بمراسيم وجودة عندنا من أول واتفقنا على أساس أن نرفع التقرير إلى المجلس بالموافقة على أساس انخلصة بالمداولة الأولى ولكن هناك تعديلات كثيرة عندنا راح تكون ورح نقدم اقتراحات كثيرة من كان من النواب أو كان من الحكومة لإقرارها بالمداولة الثانية وتضمينها في التقرير حق المداولة الثانية على أساس أن نتوافق عليه ويكون قانون شامل مانع في موضوع الجمعيات التعاونية والقطاع التعاوني من جهتها ناقشت اللجنة المشتركة بين المالية والمرأة البرلمانيتين اليوم البدائل الموجودة لدى بنك التسليف لمن لا ترقب من المواطنات بالاستفادة من القرض السكني وانتهى الاجتماع إلى عدم الاتفاق وذلك للكلفة المالية العالية لهذه البدائل قدم بنك التسليف عرض البدائل وعرض تقديمي للبدائل المتوفرة لتطبيق قانون المرأة كانت البدائل تتضمن أو يمكن بديلين متضمنين اللي أهم الشراء الشقق الجاهزة من شركات التطوير العقاري ثم تأجيرها للمستحقين أو تخصيص أراضي من الدولة ويقوم البنك بمناءها ومن ثم منحها للمواطنات البدائل اللي تقد تكلم عنها الأخ صلاح المضف في عرض التقديمي تضمنت التكلفة الموجودة وهذه اللي خوفتنا الأرقام اللي انعرضت كانت مهولة بسعر العقار الموجود من جالب الآخر شهد المجلس لجنتين مخصصتين للتحقيق بمحاور استجواب وزير الداخلية وترغيات شركة النفط وأشار مغرر لجنة التحقيق بترغيات النفط إلى عدم توصل اللجنة إلى ما أسمعه ظلما متعمدا بالترغيات معتبرا أن الظلم يكمن بآلية نظام التفاضل للترغيات المعمول به فيما ستقدم لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأسبوع المقبل تقريرها الخاص بمحاور استجواب وزير الداخلية دون الاستماع للنائب المستجوب فيصل دويسان قررنا الانتهاء من صياقة التقرير وعرض يوم الاجتماع على اللجنة القادمة إن شاء الله يوم الأثنين القادم الساعة الحادي عشر لم نصل حتى الآن بحالة من الشكاوي نهائية أدل الله ما يؤكد أن هناك تعمد في قضية ظلم شخص بعينه حين وصلنا إلى تكوين عقيدة أن الظلم وقع نتاج هذا النظام المجحف في قضية توزيع الدرجات في نظام المفاضل الأخير التي تستخدمها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها حمد النبهان من مجلس الأمة